في ديسمبر 1967 تم إعلان وفاة المشير عبدالحكيم عامر وتقالوا أنه انتحر زي ما أعلنت الإزاع المصرية وقتها لكن مع تضرب الأقويل حول كيفية انتحاره ومع معرفة شخصية عبدالحكيم عامر والظروف المحيطة به ده خلى ناس كتير تشك في أنه ما انتحرش بل تم اغتياله وعلى الرغم من موجود أداة الجريمة إلا أن محدش قدر يثبت عملية الأغتيال دي وأداة الجريمة دي كانت عبارة عن نبات اسمه الأكونايت أو خانق الزئ طب يا طرى ليه ما قدروش يثبته حاجة؟ ومين خانق الزئب ده أصلا؟ وإيه علاقته بالعقاقير؟ واللي هندرسه في الترمي ده ده اللي هنعرفه سوا في الفيديو ده إن شاء الله فخليكم معايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بدكاتر السنة أولى في فيديو جديد من فيديوهات مادة العقاقير طبعا حضراتكم عرفته من خلال دراستكم السابقة إزاي بدأ علم العقاقير وإزاي تطور بداية من الحضرات القديمة ووصولا للعصر الحديث واستخراج الأدوية من السموم والشعاب المرجانية وعرفنا كمان خطوات تحضير الناتشورال درج أو الكروض درج بعد تجميعه وإيه العوامل اللي بتأثر فيه وإزاي يحافظ عليه من العوامل دي وكمان عرفت إن في أجزاء معينة من النبات بيكون متركز فيها بعض المواد الفعالة ودرسنا بالفعل بعض الأجزاء دي زي الليف والبارك والسين وعرفنا السبب وراء دراستنا لجزء معين من النبات تمام؟ ساعتك بتكلمني؟ مول بكلم مين بكلمك أنت طبعا السنة دي هنكمل سوا دراست أجزاء النباتات المهمة من وجهة نظرنا عشان المادة الفعالة لفيها وهندرس الترمي ده بإزن الله تلات أجزاء جديدة وهم الفروتس والهربس والسبترينيان تعالوا نشوف أول جزء عندنا كده وهو جزء الفروتس الفروتس دي الصمار الحلوة اللي احنا بناكلها العادية اللي انتعرفها لكن احنا هندرسها هنا من وجهة نظر العقا خير هندرس بعض أنواع الفروت اللي ليها أهمية علاجية وهنتعرف على أنواع الفروت المختلفة وإزاي بتتكون وإيه المميز في كل نوع وبعد كده هناخد أمثلة على الحاجات دي زي الكابسيكم اللي هي الشطة والأورنج بيل والليمون بيل اللي هم إشر اللون وإشر بورتقان وحاجات تانية غيرهم هنعرفها سوا بإذن الله في الجزء ده التاني جزء عندنا وهو جزء الهيربس أو الأعشاب جزء الهيرب ده هندرس فيه النباتات اللي جاية من أصل عشبي ونعرف إيه الفرق بين الهيرب وبين النبات العادي ومن أمثلة الهيربس اللي احنا ناخدها الإيرجوت والهايوسايموس والبيبرمين اللي هو النعناع وكمان هناخد الكنابس أو الحشيش التالت جزء عندي هو جزء الصبت الرينيان الجزء ده هو أكبر وأهم جزء موجود فيهم تمام؟ لإنه يحتوي على نباتات كتير شوية لو جينا قبل ما نبدأ أن نشوف الجزء ده في إيه لو جينا نفهم الأول يعني إيه كلمة صبت الرينيان لإن هي احتمال تكون كلمة غريبة عليك شوية من الكلمات اللي فاتت دي كلمة صب بتساوي أندر يعني تحت وترينيان تساوي جراون اللي هي الأرض فالصبت الرينيان أورجنز يعني النباتات اللي بتنمو تحت سطح الأرض تمام؟ هندرس في الجزء ده نباتات كتير جدا من ضمنها الليكوريش اللي هو الأرقسوس والجينسنج والجينجر اللي هو الجنزبيل وكمان هناخد معاهم الأقونايت اللي احنا تكلمنا عليه في أول الفيديو والأقونايت ده نبات خطير جدا بيستخدموه في الاغتيالات السياسية لأنه أولا بيقتل بسرعة جدا وكمان الأهم من أنه ما بيتبقاش ليه أي أثر في الجسم فحتى لو فحصنا ما بنلاقيش ليه أي أثر فعشان كده بيوبه صعب جدا ويستحيل إثبات اللي قدامي ده تقتل باستخدام الأقونايت تمام؟ عشان كده محدش بقدر يثبت إن دي عملية اغتيالي وهناخد برضو في منهجنا نباتات كتير لذيذة ومفيدة زي الأقونايت كده أمثلة عليها الكنابس والكلومبا والراؤولفيا والكورياندر والأميميجس والأميفيزناجة وعالي زمدعانة وزوبيعة وريلة زمدعو ساعتك طيب بعد ما أخدنا فكرة عامة عن المنهج أنا هقدم لك إيه الترمدة إن شاء الله هقدم لك كل الحاجات وكل السبل اللي تسهل عليك المادة وتخليها سهلة جدا بالنسبة لك هنقدم أول حاجة طريقة الشرح نفسها ناس كتير جدا بتكره العقا خير عشان بتتقدم لها على إنها مادة حفظ فقط لغير لكن معايا إن شاء الله هتشوفوا إن المادة بتتفهم وإن الفهم بيسهلها جدا وبيثبتها أكتر من الحفظ ثاني حاجة الورقة بتاعنا هيكون بنظم بشكل كبير عشان يخدم في تثبيت المعلومة وبإذن ده هكون مختصر للهدف على طول من غير لك وراغي كثير ثالث حاجة عندنا مراجعة مستمرة لإن المادة بتاعتنا بطبيعتها فلاطايل شوية ومن ضغط المواد التاني اللي معاك في الكلية فبتلاقيها بتتنسي بسرعة فعشان كده احنا بنراجع على طول عشان المادة تثبت في دماغنا رابع حاجة معانا كل حاجة الدكتور هيقولها في المحاضرة وأي جزئيات زيادة هتتشرح وأي كلمة هتتقال هتلاقيها موجودة عندك وهتلاقيني شرحها لك بالتفصيل المملة عشان ما يكونش نقصك أي شيء بإذن الله خامس حاجة أي صعوبة هتواجهك في جزء العملي هنشرحها سواء وهنوضحها للناس لإن الناس كتير بتستصعب العملي وهو في الحقيقة سهل جدا إن شاء الله سادس حاجة معانا إمتحانات دهورية ومستمرة لإن المادة بتحب الحل عليها كتير وعشان المعلومة تثبت في دماغك وعشان الأهم من ده كله ما يكونش أول مرة تحل أسئلة هي الامتحان الفاينال بتاعك لأ إنت لازم تحل عشان تعرف شكل أسئلة وتكون متعود عليها وما تتخضش منها وكمان هيكون معانا حاجات تانية كتير جدا بإذن الله هنشوفها مع بعض بعدين تلوقتي المطلوب من حضرتك إيه؟ حضرتك دلوقتي هتدخل على الفيس تعمل لايك للبيتجي بتاعتنا اللي هي فارماكوجنزي ميت إيزي وما تنساش تعمل جيت نوتفيكيشن عشان توصلك أي حاجة بنزلها وكمان تعمل جوين للجروب وسبسكرايب للشانل بتاعتنا على اليوتيوب وتابعونا بإذن الله هنبسط عليكم المادة ونخليها أسهل مادة عندكم وإن شاء الله نسحتكم تجيبوا أعلى تأديرات ويكون تأديراتكم ممتياز في المادة دي على طول لو حد ما يحتاج أي حاجة يقدر يكلمني في أي وقت كان معكم الدكتور سئي ترجمة نانسي قنقر